من أوكرانيا حتى الصين وهي منطقة الأحداث الأسخن عالمياً يفتتح مؤتمر ميونخ دورته هذا العام ليناقش أزمات هذا الحيز الجغرافي ويعد مؤتمر ميونخ للأمن أكبر وأهم المؤتمرات التي تناقش السياسة الأمنية والدفاعية على مستوى العالم إذ يلتقي فيه صناع القرار من مختلف الدول للتباحث في الأوضاع والتحديات التي تواجه الكرة الأرضية على مختلف الأصعيدة دورة هذا العام افتتحها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي حيث تتربع أزمة بلاده أجندة هذا المؤتمر مع اقتراب حلول الذكرى الأولى في حربها مع روسيا ويأتي ملف العلاقات الأمريكية الصينية ثانياً في ظل ازدياد التوتر بينهما بعدما أسقطت واشنطن منطاداً صينياً يحلق في سماء الولايات المتحدة قائلة إنه للتجسس أوضاع العراق ليست حدثاً جديداً على هذا المؤتمر فالبلد العربي حاضر بأزماته أو مسؤوليه منذ عقود في دورة هذا العام حضر رئيس الوزراء محمد شيع السوداني على رأس وفد رفيع بهدف تأكيد الحضور الفاعل للعراق في المحافل الدولية والدفاع عن وجهة نظره في قضايا الأمن والاقتصاد وتأتي مشاركة العراق في المؤتمر ضمن وقت ما زال يواجه فيه تحديات في الأمن والاقتصاد ساعياً إلى أن يكون نقطة جذب عالمية الاستثمار في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة ترجمة نانسي قنقر